زي اليوم المحاضرة اليوم رح تتطلع كي نستعمل اه الماثلاء حتى اعمل لفونكشن لرسبونس. لسيستم اه الى ترانسفر فونكشن. اول شيء بعملو. خليني امخد اه فونكشن بسيطة جدا رح امخد فونكشن. ايش هدا السيستم? ايش الوردر تبع هدا السيستم? الوردر تبعه. هدا حتى ادخله بالماثلاء رح اسمي هون يساوي واحد يعني هدا معامل س تودا زيرو. رح تكون واحد 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 معناها انه معامل س واحد ومعامل س تودا زيرو واحد. فهدي عبارة مع الارايل. الارايل اول ترهم هو معامل اس والتاني هو معامل اس تودا زيرو. هلا بنعمل ترانسفر فونكشن. فترانسفر فونكشن هون رح اسميها سيس كنتينووس. يعني كنتينووس سيستم. السي انا عمتد انا مقدر اسميني بالديابة بقدر اسميه سيس بقدر اسميه اي شيء. بس انا عشان او اهيلك انه هدا السيستم مش ديسكريت سيستم. هادة تساوي ترانسفر فونكشن تي اف. فتكوّلت عيني الان ترانسفر فونكشن. صار في عيني هدا كأنه الفاريب اللي هو ترانسفر فونكشن. السيس سي او اس اس سي. هو اه الو ترانسفر فونكشن واحد على اس بلاس وان. بإمكاني الان ادخل علي بطلا ستيب فونكشن. فممكن اقول ستيب سيس سي. معناها مندخل ستيب فونكشن يونيتي ستيب فونكشن على سيستم سي. ازا ما اعطي السميكولن بعدها رح اعملها ازا هادة هو البروت تبع لما بدخل ستيب فونكشن على لما بدخل ستيب فونكشن على فرست درانسفر فونكشن واحد على اس بلاس وان. ازا هكذا تحط البروت هون. صار عندي. هادة شكلة. وهذا واضح هده لكلاسيكال فرست درانسفر فونكشن. بعد ون تايم كونسنت. ادليش تايم كونسنت هون? واحد. ازا ما بعد ون تايم كونسنت هدليش بكون واصل بالقيمة الميهانية? تقريبا تلاتة وستين بالمية. بعد خمسة تايم كونسنت بتذكرينه دليش كان الخطأ يكون حوالي واحد بالمية. تنين بالمية. اربعة بالمية. بتذكرين لهذا. فهذا تبع السيستم داخلي. هذا كله من كلاسيكال كونتر. مع رجلنا ما فيش جديد هون. هذا كله من كلاسيكال كونتر البخلنا لما حطينا ستيب هناك. دخل ستيب على هذا السيستم واعطاني الاوطول. هلأ اللي احنا بتنعمله الان بدي احول هادي من كونتينيوس لديسكريت. حتى احولها من كونتينيوس لديسكريت فيه عنا قماند بيحول مباشرة. فبعضا رغم سيس. دي. دي هون بتركمز لايش? ديسكريت. ديسكريت سيستم. سيستم ديسكريت بيساب. كونفيرت تو. التو هون ايش معناها التنين هون. تو يعني بالانجليزي تو مش رقم اتنين يعني هي بس عشان ما نتتوبش تو. فاختصار للقماند الحب. from continuous to ديسكريت. كونتينيوس تو ديسكريت. هون الحب عندي سيستي. بس فيه لاشي لازم ادخله. ايش تتوقعوا الاشي لازم ادخله لازم احكي له يعني هذا. عدد المش عدد المش عدد تمام. لازم اقول له تاني. يعني قريب انت الكلام كل ما. فانا راح اقول مثلا خلين اقول خلين اقول. لانه هذا السيستم لما تحول راح عمل على ازمان معين. هلا انا ارتقيت هذيك الخطأ كلامي او صح بس انا ارتقيت انه بما انت كنت متابعة راح اختار عشره. ما فيش شكو عادي ما فيه. بس انا اخذ عشره كساملين تاني. ازا هلا هون طلع شو اعطاني. ايش اعطاني اعطاني او هي اسمها مش ترانسفر فونكشن. يعني حتى اميز ما بيني ترانسفر فونكشن او ده في كونتينيوز دوماني اللي هي بي ازا فونكشن هالي اف او اس. هاي راح تصير اف اوف زد اف اوف زد. اف اوف زد اون وراح نشوف العلاقة كاملة راح نتعلم كيف نحول من هذا السيستم لهذا السيستم. لكن هذا التخويل عايش باعتمد? على تي. لو غيرت تي الان راح تشوف انه هاي الفونكشن بتطلع مختلفا. ما بطلع نفس الفونكشن. اه. يعني تي بتدخل في الفونكشن. لا ما بتقول تي راح هي اه تعطيني اعطيني عادة مادة اكتر. اول قابل حسن. سحيح. راح تغير الفونكشن راح تغير شكل الاضغط اللي بطلع. فلزلك مهمة تي اني اعرفها. ولزلك انا ما قدرت احول من 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 الكونتينيوز. من الكونتينيوز ترانسفر فونكشن. الا اني اعطيت في تبعتين اللي هو. ولو تشوفوا الان اغير احط رقم تاني. راح يطلع مختلف. خليني مثلا احط بوينتو. خلينا نكبر هادة عشان نشوفه. لو جيت الان حمضيت. اتنيا. اختلف معين مباشرة هادة ها? مواضح لانا حطيت هون بدا ال بوينتوان ما نفس الارقام. شكل نفسها. بس الارقام اللي هون اختلفت. مظبوط? ايزا تي مهمة. هلا شوفوا شو راح نعمل. راح اعمل الان خلينا شوف اذا لسا عندي الشكل موجود. هاي هذا الشكل لسا موجود الان. لان. هلا خليني اعمل بدلا با اعمل راح عمل الان ستب سيس كتير. شو اعطاني? اعطاني. طيب هادة شو ملافته بالاصلي? لحظه الاول موين كان راح يبقى? هالبعض راح احطهم التنين فوق بعض. اطبعهم التنين فوق بعض. هيش ممكن اعمل? انا راح اعمل وفيه طريقة تعمل للتنين. فيه طريقة تعمل للتنين. انا راح اعمل. راح اعمل هولد. هولد ايش بعمل? بنسك اللي بزهد الحالي بخليه موجود عشان اللي بنطبع بنطبع القديم. وبعدين بعمل الان ستب سيس كونتينووس. فالمرفوض الدينين الان ينطبع. فوق بعض وهدين اضيف الكريت. طلع هاي الريزولت اللي طلعت عندي واحدة منهم لالكونتينووس. واحدة منهم لالبسكريت. بلاخذين له في لقات مؤين هدول متساويين. بس شو شيء اللي صار هون عندي ايش العملية هي سميناها. ااااااااا. circul Hull . ازل هاي العمليةρα. هون عندي او هنو نفس باب هون نفس باب. كب kann هون لما اخذنا القيمة موقع زلت زيلون وانو انا اطلعت على القيمة عملتهاSmoming عندي النقطة هاي. وبعدين عندي النقطة هاي الخطة عملت فهدول التنين متمافرين عند نقاط معينة اللي هم النقاط اللي هي هدول القيام التنين متساوية هاي هلأ انا عملت وهكذا فهدول التنين متساوية هلأ الطريقة اللي مرتبعة حتى نعملها مفروض انا احضت هذا التكس تبعي بدلا ما عنده لو يجيت بدي ارجع اعمل الامل اياها بعد ستة شهر ونسيت لهذا ايش بخزن تبعتين? ايش اللي ممكن يخزن الكمانز هاي احسنت ام فايل اذا انا مطلب وكلو في ام فايل اللي هو عبارة عن تكس فايل فالاشياء هاي انا خزتها هون في ام فايل وشو كمان حطيت معها? كومنتز تمامي الكومنتز مهمة لانا كنت اكتب تعمل ايش مرتب وتتذكر ايش اللي عملتو بعدين ترجع او حد تاني تبعتو لحد تاني فمثلا انا حاطت هون بعدين كمان ميزة هاد انا ممكن اغير تي بدون ما ارد اطبع الكمانز كلها من جديد بغير الكمانز الان وبعمل رن بغير الكمانز الكمانز او بعمل رن لو تغير اشي معنا او بغير فونكشن جديدة بس بغير المكاخدة لان ما ارد اعيد طباعة كل اشي من جديد. عندي هون شرح في شرح لكل كومنتز شرح للاشياء اللي هنا حقونا ها هون فهي هنا عملنا النيومريتر الدينوميناتر هدا في الاس دومين. بعدين عملنا للكونس ترانسفير فونكشن. هذي هون يسمها تلس ترانسفير فونكشن. خلينا نكتوبها تلس ترانسفير فونكشن عشان تتذكروا التعبيل فراح لها هوا هذي هون تلس ترانسفير فونكشن. لو انا الان وطبع من الخزن هاد اتخزن عندي الان كم فايل بلزلكم بعدين عملنا كونفيرت ديجيتل غيرنا حولنا من الترانسفير فونكشن صار عندي السيستم الان كونتينيو السيستم اه ديسكريت سيستم و تبعو تي اخد البابي طبعا من وين؟ من هون. اخدتو هادا كله في الماتلاء مشين في اللغات برمجين او اه مهارات حسوبيا. بعدين عندي هون اللي عملت مثلا لاني ما عمطيت ما حطيتش انا السيمي كولن. لو قطيت السيمي كولن. كما انطنيني او. مش هيك هاي بقاعدة العامة ما بذر لي. لهذا انا صندت السيمي كولن. هلا عملت هولت. هولت يعني مسكت الدس بلي خليته ثابت الدس بلي مكانه. اخدتوها هاي. اه. واللي عملت بعدين امطبع فوق الاصلي اللي بولفوت هون. بعدين ضغطي قريد هون حتى اغير معي. خليني اغير الان القليل بتنيني اعملهم的 تنيني اعملهم هاي point three point six point nine مضبوط. هدا هادا هيعمل هون التنين اعملهم لو بدي اعمل مثلا هلا اشوفوا اذا بدكم مثلا امكان انا اعملها اكتر من ممكنة مثلا اعمل هلا اعمل خلينا اسميها اصح من بس بحاجة بعكس بس بيضل الحافظ عليه فمنعمل وشوفوا شو راح اعمل هون راح اضيط قيمة تيم فاحا اعمل بلانت لكمان ار سيس سي. هلأ تردي جديدة. هتكون بوينت وان. اعمل بعدها هلأ ستبت. سيس دي. طبعا مكانك انت زي بتك حدد تألوان الكارك فيه الانستروكشن تطحوا فيها بتحدد لنهن تبع الفلط ان ما فيش تعمل الفلط. هلأ يشوف هاد ازبط الفلط معنا. هيتطلع معي التنين ها? هيتطلع معي تبعي ال بوينت وان و ال بوينت ثلين. هاي عندي هذا بعد بوينت وان هاي واحد. هاي تنين هاي تلاتة هاي اربعة خمسة سبتة سبعة تنين تسعة طبعا كانت عشرة وهذا عندي واحد تنين تلاتة. فبهاي الطريقة كل ما طبعا زغرنا احنا السامقين طبعا اكتر بتسيقنا بصرا تشمل السيقنا بصرا بتشمل السيقنا بصرا يعني لو جينا مثلا هون رابلنا اخر واحدة مثلا التانية عملنا قيمتها فرضا. حطيناها اه اه اخنا لو هاي التانية بدلا بوينت وان راح عاملها بوينت او وان راح تغطي ميزور. راح تير تقريبا مرتبطها على. خدنا شوف نتذكر. الهون صعب انك تشوفه لانا انا عملتو ظنير كتير يعني لو عملنا زوم على هون راح تبين حتى هون في درجة بسيط جدا اللي هي وان تن ميلي ساكنز احنا عاملنا هون تن ميلي ساكنز قيمة فصال فهيك احنا حولنا طبعا احنا مش عارفين كيف تحولت ها? لسا هاي يعني هلا تشوفوا لو اعمل هلا لانا لو اغير وراح تراجعكم كيف تعمل هيا دوية. بس لو انا هلا هون خديني اطبع على سيس دي سيس دي يعني انا عم بطلب منه اللي اسمه سيس دي يعطي قيمة. هلا بيمكان لو رجعنا لهون راح تشوفوا اللي بيمينين بعدين. طيب سيس سي اه? سيس دي موجودين كبير بس اه? ام خلينا اول شي اطلع الان على قيمة سيس دي وهذا على على شو صار اطلع ايش الترام صاروا عندي هون? عم باقترب على فكرة هاد بصير رخب صغيل وهذا باقترب من واحد. بس هاد باعتمد اعتماد على تي ورح افرجيكم ورح افرجيكم عملية كيف نحول من الترانسل فونكشن الاصلية اللي كانت واحد على اس بلس ون. الترانسل فونكشن بالاس دومين. نحولها لزل دومين. وناخد بعين الاتبار قيمة. تي رح نعرف كيف نحول. بالتنين رح نشوف فيه هذا التحديد.